طالبان في طريقها إلى توسيع قاعدة حكمها في البلاد فبالرغم من مضي أكثر من شهرين على تسييرها لمفاصل الدولة إلا أنها لا تزال معزولة بسبب عدم شمولية حكومتها وجوه جديدة وكفاءة وطنية يتوقع أن تنضم لتشكيلة حكومة طالبان الجديدة التي ستبقى مؤقتة بحسب المتحدث باسم الحركة الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وأجري العمل حاليا على إكمال التشكيلة الحكومية نأمل أن تعزز الإدارة بالنمام الكفاءات الوطنية الموجودة في البلاد تدريجيا إلى التشكيلة الحكومية التي أعلنها تشكيل حكومة موسعة تشمل أطراف أفغانية أخرى مع مطالب المجتمع الدولي لاحترام حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب الدولي للاعتراف بحكم الحركة وتأتي مساعي تشكيل الحكومة بالتزامن مع انهيار للحالة الاقتصادية والإنسانية في البلاد ويرى مراقبون بأن تيار الاعتدال في الحركة يحاول تقديم تنازلات في محاولة لاسترضاء الداخل والخارج لدى الحكومة الأفغانية الجديدة حاليا خيارين فقط إما أن تستمر في هذه الأزمة والعزلة المجتمع الدولي وإما أن تتعامل مع المجتمع الدولي بشكل منفتح جدا وبالتالي تحتاج أن تشارك الأطراف والأتياف السياسية الموجودة على الأراضي الأفغاني في الحكومة حتى تتوسع مفهومية الشمولية فيه أوقف الطالبان العمل بالدستور الأفغاني بعد سيطرتها على كابل ومنعت مظاهر الدولة الأفغانية كالعالم الوطني وأقامت على أن قادم ما تركته الحكومة الأفغانية السابقة إمارة إسلامية بالإضافة إلى فرض الحضر على مشاركة المرأة في الحياة العامة ما عقد حسب مراقبين من إمكانية بناء مرحلة جديدة من الاستقرار في أفغانستان سفة الله صافي الحرة